حلقة النهاردة تعتبر حلقة خاصة جدا جدا لأن هكلمك عن أكثر الشخصيات غموضا هكلمك عن حرس أمراء وملوك ورؤساء دول العالم الحرس الشخصي للرؤساء أو الأمراء أو الملوك بيتمتعوا بغموض شديد جدا جدا غموض لدرجة أنك ممكن ما تعرفش اسم حقيقي لأي حد فيهم حتى الأسماء اللي بتتقال قدامك في مواقع السوشيال ميديا أو حتى في البرامج التلفزيونية ممكن ما تبقاش دي أسماءهم الحقيقة الحرس الشخصي حتى داخل الأصر الملكي أو داخل مؤسسات الرئاسة ما بيتعملوش بأسماءهم الحقيقة لأنهم جوه الأماكن دي عبارة عن رموز كل واحد فيهم بيرموزه إليه برمز معين مثلا زي نمر أو فهد أو صقر أو أسد أيا كان الرمز ده بالإضافة كمان للرموز الرقمية والرموز الحرفية اللي بتتغير تقريبا كل يوم الرموز والشفارات السرية دي مش هكون ببالغ لو قلتلك إنها كمان ممكن تتغير كل ساعة وخد بالك كمان التعليمات اللي بياخدوها جوه مؤسسة الرئاسة أو الأصر الملكي ممكن ما يعرفش الموكب هيتحرك إمتى إلا قبل تحرك الموكب بدقاية مجموعات خاصة جدا جدا منهم اللي بتبقى عرفة تعركات الرئيس مسبقا وبعد كده بيدوا التعليمات لباقي الفريق لأن كل واحد فيهم ليه مهام معينة وليه طريقة معينة في شغل خد بالك كمان إن حادة الانتشار اللي انت بتشوفها أثناء مواكب الرؤساء أو مواكب الملوك الحالة دي ما بتبقاش حالة عشوائية وخلاص ولا أي حد فيهم بيقف في أي مكان وخلاص كل واحد فيهم بيبقى مضرب على المكان اللي هيقف فيه حتى اللي بيقفوا على أبواب سيارات الملك أو سيارات الرؤساء قبل ما كلمك عن الحرس الشخصي لازم عرفك الأول على الحرس الجمهوري اللي بيتبعه الحرس الشخصي الحرس الجمهوري قعد أفرع القوات المسلحة المصرية وبيتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتم تأسيسه على عيد الفريق الليسي ناصف وللعلم الليسي ناصف كان قائد الحرس الشخصي للرئيس الراحل البطل محمد أنور السادات الحرس الجمهوري ما بياخدش تعليماته إلا من الرئيس الجمهورية فقط أما عن مهمة الحرس الجمهوري فهي مش مقتصرة فقط على حماية الرئيس أو الملك ولكن هي كمان حماية النظام الجمهوري أو الملكي بشكل كامل الحرس الجمهوري بيتكون من أربع أقسام أول حاجة عناصر التأمين والحراسة وتاني حاجة عناصر تأمين الشخصيات الهمة وتالت حاجة عناصر الركابات وتالت حاجة الحرس الشخصي للرئيس وعشان أعرفك على الحرس الشخصي خليني الأول أعرفك على الموكب الرئاسي الموكب الرئاسي اللي بتشوفه قدامك في وسائل الإعلام مكون من الآتي أول حاجة مجموعة عمل من جنود الأمن المركزي بيبقوا تابعين لوزارة الداخلية ودول طبعا مهمتهم تأمين الطرق اللي بيمر فيها الرئيس بعد كده بيبقى فيه مشاة الحرس الجمهوري ودول مهمتهم تأمين مكان تواجد الرئيس يعني المكان اللي بينزل فيه رايح يعمل فيه زيارة أو الجولة بتاعته كل المحيطين فيه بيبقوا عبارة عن مشاة الحرس الجمهوري عشان يأمنوا مكان التواجد أما عن موكب ومركبات الرئيس فهي عبارة عن أربع سيارات جيب جواها 16 جندي من ساقة الحرس الجمهوري ودول بيبقوا في الأساس أصلا جنود في سلاح الساقة ولكن بيتم إلحقهم على الحرس الجمهوري بيصبك الموكب 8 دراجات نارية من الوحدات الخاصة بالشرطة العسكرية ودول مهمتهم تأمين الرئيس مدربين على القتال التلاحمي أثناء ركوب الدراجات النارية بعد كده بيبقى فيه سيارتين جيب لونهم اسود واحدة قدام الموكب وواحدة خلف الموكب كل عربية منهم بيبقى جواها 5 جنود من الوحدة التلات سبعات والتلات سبعات أنا كنت كلمتك فيها قبل كده وهسيب لك لينك الفيديو الخاص بيهم في صندوق الوصف بعد كده بيبقى فيه أربع سيارات مرسيدس محيطة بسيارة الرئيس واحدة على اليمين وواحدة على الشمال وفي الأمام وفي الخلف وكل سيارة منهم بيبقى جواها 3 زباط من الحراسات الخاصة بالرئيس ومؤخرا انضم الموكب الحراسة المروحيات الـ MITBK ودي للتصوير والاستطلاع والتأمين وأخيرا وأهم سيارة في الموكب كله هي سيارة الرئيس ودي بيبقى جواها الرئيس وأمين عام الرئيسة وطبعا الحارس الشخصي المرافق الملاصق لرئيس الجمهورية أو بالمعنى الأمني زل الرئيس زل الرئيس أو الحارس الشخصي بيبقى واحد من ضمن مجموعة أو طاقم حراسة شخصية على مدار لـ 24 ساعة في الظروف العادية بيتم تبدلهم أو تغييرهم كل 4 ساعات وفي الظروف الغير عادية ممكن يتم تغييرهم كل ساعة السؤال المهم جدا إزاي بيتم اختيار الحارس الشخصي للرئيس؟ قبل ما أقولك إزاي بيتم اختياره خليني الأول عرفك على الصفات الشخصية للحارس الشخصي أول حاجة الطول لازم يكون بين 175 سنتي وما يزيدش عن 198 سنتي أما الوزن فبيبدأ من 78 كيلو وما يزيدش عن 88 كيلو أما النظر فلازم يكون 6 على 6 في الوضع الطبيعي و6 على 6 بعد الجري المدة 3 كيلو بداية تدريبه وتأهيله للحارسات الشخصية بتبدأ من سن 28 سنة لكن بداية استلامه مهمته كحارس شخصي للرئيس بتبدأ من سن 33 سنة وأهم صفة لازم تكون متوفرة في الحارس الشخصي لازم يكون صاحب ردة فعل عالية جدا جدا وكمان سريع البديهة والفراسة والقدرة السريعة على التعلم وتلقي المعلومات والتعليمات أما عن الدورات اللي بياخدها الحارس الشخصي عشان يتم تأهيله أنه يكون حارس شخصي لرئيس الجمهورية أول دورة بياخدها اسمها دورة اللياقة البدنية ودي بتمتد مدى حياته الدورة التانية اسمها دورة عمليات القتل زي كسر الرأبة والقدم واليد ودي بتمتد لمدة شهرية الدورة الثالثة اسمها دورة استخدام السلاح وعمل المتفجرات وتفكيك وتركيب الألغام ودي مدتها 3 شهور ودورة التقنيات المعلوماتية ودي برضو بتمتد مدى حياته في دورة كمان اسمها دورة قتال الشوارع وديه تمتد لمدة سنتين في دورة القوة وتعليم وتحمل الألم وكل أنواع التعذيب حتى ولو كان الحرق بالنار ودورة تحمل الأجواء الجوية تحت أقصى الظروف الجوية البردة والحرة أما عن الزي الخاص بالحارس الشخصي فالحارس له زي خاص جدا جدا أول حاجة بتبقى الصدرية والحزاء ودول بيبقوا واقين ضد الرصاص تاني حاجة النظارة السودة بتبقى واقية ضد الرصاص وكمان عكسة للشمس بدقة عالية جدا جدا بالليل لما بيلبسها بيقدر يشوف الدنيا كأنها نهار ده طبعا بسبب أشعة الإكس ري اللي بتبقى موجودة في النظارة النظارة كمان فيها نظام رقمي لتحديد بعد المدى والهدف اللي عينه شايفاه وكمان فيها كاميرا دقيقة خاصة جدا جدا يقدر من خلالها تصوير أي موقع وأي هدف قدامه وإرساله للسلطات تالت حاجة الساعة اللي بيبقى لبسها في ايده ودي ساعة خاصة جدا جدا بيقدر من خلالها يحدد مستوى الهدف ودرجة الحرارة والضغط الجوي وكمان بيبقى فيها كل أوقات العالم الساعة بيبقى جواها بصلة وخريطة ويقدر يحدد من خلالها مكان الهروب والساعة كمان بتشتغل بنض القلب رابح حاجة الحزاء اللي بيبقى لبسه الحارس الخاص الحزاء ده بيبقى خاص جدا جدا ومزود تحت الكعب بجهاز تعقب دقيق جدا جدا بيبقى موجود تحت الكعب مباشرة من خلاله بتقدر الدولة تحدد مكان الحارس في أي وقت وأي مكان وكمان بيبقى مزود بسكين دقيق جدا جدا ومسد صغير عيار 5 ملي أما عن أشهر الحراسات الشخصية على مستوى العالم أول حاجة حرس الرئيس الأمريكي وأشهرهم طبعا الحارس زال يد الصناعية الحارس ده اتعرف دايما بقبضة إيده الصناعية أما عن إيده الحائية فدايما بتلاقيها تحت الجاكت مسكة مسدس رقم 2 حرس الملكة إليزابيث وخد بالك أن الملكة نفسها معها نظام حماية شخصي متكامل وده من خلال حقيبة اليد اللي في إيديها بيجي بعد كده رقم 3 حرس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثم بعد ذلك بيجي حرس الرئيس الكوري كيم يونغ أما عن أشهر الحراس العرب فبيجي في المرتبة الأولى حارس الملوك المرحوم اللواء عبد العزيز الفغن الحائز على لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم ده كان الحارس الشخصي للملك سلمان وقبله كان حارس شخصي للملك عبد الله وتم اغتياله في سبتمبر 2019 على إيد أقرب أصدقائه بيجي بعد كده حرس الرئاسة المصرية من أشهرهم طبعا سيادة الفريق اللي سيناصف اللي كان الحرس الشخصي للبطل الراحل محمد أنور السادات وحاليا أو في توقيتنا الحالي أشهر شخصيات الحرس الجمهوري العقيد محمد شعراوي يجي بعد كده ظل الملك محمد السادس ملك المغرب وهو عزيز الجعايدي وطبعا ما ننساش حارسات الرئيس الراحل معمر القذافي وعلى رأسهم طبعا قائدة الحرس إلى عقيد عائشة عبد السلام وفي النهاية أتمنى أني مكنش طولتها لحضراتكم شكر جدا جدا ليكم من فضلك لو كنت استفدت من الفيديو ولو بمعلومة واحدة قبل ما تخرج ما تنساش أنك تشترك في القناة وتضغط اللايك وتفعل الجرس عشان يوصلك إن شاء الله من كل جديد لو حضرتك حابب شكر جدا جدا ليكم السلام عليكم